اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن اصبح الزيت كله زيت صناعي يعني لا يستخدم فيه الزيت البترولي الشغلة الثانية السيارات الهايبرد 90% منها ما بتعرف متى لازم يتغير الزيت يعني هو الالارم اللي بعطيه بكون المستخدم حاطه على مسافة معينة على هذا الاساس بضوي عندك الالارم طبعا انت لو طفيت هذا الالارم برجع يقعد كمانة مثلا خمس الاف او عشر الاف كيلو طبعا السيارات الهايبرد فيها حساس بقيس ضغط نقص الزيت او ضغط الزيت اذا نزل عندك الزيت لا سمح الله واصبح كمية الزيت الموجودة في المحرك قليلة ممكن يعطيك الالارم بيعطيك لو اويل انجن براشر السيارات الحديثة الالمانية زي البي ام والمرسيدس والاودي فيها حساسات بتقيس ضغط الزيت وبتقيس الفيسكوسيتي للزيت فلذلك السيارات الهايبرد ما تعتمد على الالارم الموجود عندك انه ما ضغو عندك ما تشيك على الزيت خصوصا فيه سيارة موجودة في السوق اللي هي الفورتسي ماكس طبعا الناس يعني بتخربط موضوع الزيت لانه السيارة تصفيرها على 16 ألف كيلو لذلك في بعض الناس بخليها لل16 ألف وبيغير زيت زيوت السينثاتيك بلند او النصف تخليقية او النصف صناعية ما لازم تمشي عليها اكثر من 5000 كيلو من خمسة ل 7000 اقصى اما الزيوت الفوليسينثاتيك بتمتد من 10 ألاف كيلو فما فوق الشغل الثانية بالنسبة للزيوت بين الزيت الصيفي والزيت الشتوي السيارة الافضل تلتزم بالرقم الموجود عندك على الغطاء الرقم بكون اذا كان موجود عندك 020 بدك تلتزم فيه 020 صيف او شتاء لانه الزيوت الصناعية ما لها دخل في موضوع الحرارة او موضوع الحرارة لازم يكون فيه فرق درجة حرارة عالية كثير عساس انت تتقل الزيت او تزيد من الفوسكوسيت او من اللزوجة لذلك صيف شتاء اذا كان 020 لازم تلتزم 020 اذا كان الزيت الوكالة ما بدعم 020 لازم تحط اي زيت اخر فولي سنتتك 020 الشغلة الثانية الزيوت لازم تكون فولي سنتتك اذا كان سنتتك بلند حكينا عن 5000 ميل اذا كان الزيت فولي سنتتك من 10 تلاف وفوق اذا فيه اي استفسار عن الموضوع طبعا الموضوع حضر التجالي انا حكيته وحبيت احكي عنه لانه فيه ناس كثير بترين ويحكي لك انه زيت ما ضواء عندي معقول هالسيارة بتعرف انه لزوج الزيت راح تنتهي ويعطينا الارم عن هذا الموضوع لا ما راح يعطيك ولا بتعرف عن هذا الموضوع اللي ببرمجها هو الشخص التكنيكل ببرمجها على مسافة معينة اعتمادا على مواصفة الزيت وعلى هذا الاساس بضوء عندك الشغل الثاني بالنسبة ل زيت القير زيت القير كل ستين الف لازم يتغير تشييك كل غيرين زيت بالنسبة للسيارات اللي فيها تلف في القيار زي سيارات السوناتا الكيا اوبتيما الفورد فيوجن وسيارات الهوندا طبعا كل سيارة بتختلف عن الثانية في تصميم القير والبنية في بعض السيارات بتعتمد على نظام الكلوتشات في بعض السيارات سي في تي بتعتمد على نظام البيل والاقشاطات او الجنزير زي الهوندا زي الفورد فيوجن طبعا احنا منسميه الـ اي سي في تي لانه فيه اشي الكتري كالله هو الملفات طبعا النظام بشكل عام هو سي في تي كونتينيوس باريابل ترانزميشن يعني عبارة عن قير بدون غيرات بالنسبة السناتا قير فيه غيرات طبعا كل سيارة بيختلف طريق التغيير للزيت عن الاخرى اذا تعديت الستين الف نحكي مسافة الامان بالنسبة لزيت القير لازم بالنسبة لسيارات الكورية بشكل عام الهنداي والكيا لازم تغير كل اسبوع لتر زيت لحد ما تصل للغيار الكامل يعني اذا كان غيره خمس لتر تغير خمس مرات وبعدين بتغيره مرة واحدة عساسي يظل عندك سليم بالنسبة لسيارات الفورد بشكل عام ما نستثني البنزين لانه البنزين عبارة عن كلتشات فنحطه مع مجموعة الهنداي والكيا بتغير لتر لتر اما بالنسبة لفورد فيوجل الهايبريد لازم تغيره مرة واحدة وهم اشي يكون الزيت مضيف وما في برادة لانه البرادة الحديد هي اللي بتدمر القير وهي اللي بتعمل لك مشاكل طبعا في ناس بتخالفني بموضوع انه غيرت زيت وضرب عند القير فعليا كان هو خطأ من المستخدم لانه لما بتغير زيت القير على مسألة وقت وعملية نصيب اللي صار معاك انه بعد ما غيرت زيت القير ضرب اما تسعين بالمية من الناس اللي انا على مر هالسنوات بنحكي معاهم ضرب عنده القير ما غير زيت قير واللي راح يشوف هذا الفيديو راح يوافقني في هذا الموضوع هاي اغلب الشغلات اللي احنا حبيت احكي عنها بالنسبة للانتفريز الانتفريز عمر طويل اذا كان 50x50 انتفريز اصلي تقريبا لحدود الميتين الف بتقدر انت تغير الانتفريز بالنسبة للشغلة الرابعة اللي نحكي عنها زيت البريك بالنسبة لزيت البريك في بعض الناس في سيارات السنات والهنداي بيحكي لك انه ارطوبة الزيت هي اللي بتضرب اله او السفلي هذا الموضوع في منه مضبوط لكن مش دايما هو اللي بيساوي هذا الموضوع بساوي هاي المشكلة دايما شيك على بطارية 12 فولت لانه اذا ضعفت هاي البطارية مباشرة الملف لانه عبارة عن ملف بيمشي على فحمات بيعمل هاي بيخلي المتور يمشي بسرعة بطيئة لذلك بحرق الفحمات وبضرب الاه او السفلي الشغل الثاني بالنسبة ل الفورد ما عليها مشاكل بالناحية الاه بيأس الى موضوع الى موضوع الاحساس بيت سنسور هذا بضرب دايما عند كل الناس بسبب المي او الرطوبة بالنسبة لزيت البريك ما زال الغطى عندك ما مفتح ما وصلت رطوبة مي ما وصل رطوبة الهواء ودخلت عليه وتلامس الهواء ما رح يصير عندك اي مشاكل ولو خليته ما في عندك اي مشكلة نفتح نتطلع اذا في سبوت اسود او نحكي اذا كان موجود مع الزيت غيره اذا ما كان موجود والزيت نقي وهو دوت فور ما كان في اي مشاكل فيه ما تغيره نحكي اغلب الشغلات المينتنس الشغلة الذكرت انا لانه الموضوع على ارتجال حس الفلتر الهواء بالنسبة لفلتر الهواء كل غيرين زيت غير فلتر الهواء لانه الغبار اللي بتلتسق فلتر الهواء لو انت نفقت هذا الفلتر راح توسع الاسبوت الاسبوتات اللي فيه او نحكي مداخل اللي بتدخل منها اللي بتصفي الهواء راح تتوسع عندك وصير دخل الهواء وغبرة كل غيرين زيت غير فلتر الهواء مش شرط انك انت تروح تجيب فلتر رياضي درجة الفتحة فيه ثلاثة مايكرون فيه الفلاتر التجاري سبعة ما بيأثر ما فيه اي مشكلة لكن تلتزم كل غيرين زيت تغير فلتر هواء وبالنسبة لزيت المحرك الافضل نحكي بالنسبة للسيارات الحديث كل غير زيت تغير فلتر الزيت لانه اول شي محركات غالية والشغلة الثانية محركات مصنوعة من الالومنيوم ما بتتحمل زي الكاست ايرون زي السيارات القديمة اللي كانت مصنوعة من الحديد السبك لذلك بدك تكون داير بالك على نظافة الزيت المحرك كل غيار زيت غير فلتر زيت والله يعطيكم العافية واللي عنده اي استفسار او اي سؤال طبعا انا حكيت عن مجمل الامور والشغلات اللي على ارتجال حبيت احكي عنها اذا حب اي حدا يسأل عن سؤال او استفسار اما بنزل التعليقات او بيحكي معاي وانا ان شاء الله بإذن الله بخدمتكم اشتركوا في القناة